موسيقى مرحبا بكم مساعدين اللي كانت في حلقة جديدة من دمشق العرب نقدمها مباشرة من العاصمة السورية ضمن تغطية الميادين دمشق الزمان دمشق العرب من بوابة الانتخابات التشريعية السورية انتخابات لا تخفي دمشق إنها تحمل رسائل قيلة مشاهدين بأن عنوان استقلالية القرار من بينها وهو عنوان قيلة أيضا إنه لا يطرح فقط أو يقدم لمن تضعهم دمشق على لائحة الخصوم بل أيضا للأصدقاء أو الحلفاء فهل وكذلك في استقلالية القرار نتوسع مشاهدين بالسؤال هل تلزم دمشق رؤيتها للحل السياسي أو مفهومها للانتقال السياسي كما طرحه الرئيس السوري بشار الأسد قبل أيام لوكالتين إعلاميتين روسيتين أم تلزم بما يقال إنه كتب على ورقة لم يبحترفها الروسي والأمريكي بفحواها دمشق تستبق أم تنسق وزير الخارجية السوري القليل جولاته وزياراته بحكم ما حملته الأزمة من مواقف لعواصم عربية وعالمية من بلاده حتى قبل أيام في العاصمة الجزائرية والتقى رأس هرم مسؤوليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في زيارة أقل ما قيل عنها إنها مفاجئة وحبلة بالرسائل فهل بدأ كسر الحصار العربي والدولي على سوريا وبالتالي أي المحطات قد تكون الوجهة المقبلة أسئلة نعلم يقينا أن ضيفنا يملك إجاباتها لكننا لا نعرف حجم كرمه فيما سيطلعنا عليه منها الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورية مرحبا بك في دمشق العرب شكرا دكتور سأبدأ معك وأنتم القادمون من زيارة لا أدري إذا كنا نستطيع أن نقول أيضا بأنها مفاجئة إلى الجزائر أسأل كيف رتبت هذه الزيارة لماذا إلى الجزائر والآن وما الذي أرسته هذه الزيارة بالنسبة لدمشق اليوم أولا شكرا على هذه المقدمة وأود أن أؤكد بأننا إذا مارسنا الكرم فأننا نمارسه للميادين كقناة تستحق هذا الكرم لكننا أيضا نمارسه تجاه مشاهدي الميادين الذين أحييهم وأرجو أن يتحملوا معنا هذا اللقاء إن شاء الله لكن فيما يتعلق بالزيارة إلى الجزائر الشقيقة الزيارة مبرمجة منذ وقت طويل الظروف العمل الدبلوماسي في الجمهورية العربية السورية وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي التي أدت إلى اختيار هذا التوقيت كي يتناسب مع التزامات الأشقاء في الجزائر والتزاماتنا نحن في دمشق لذلك أنا أقول بأن مسألة الحصار وانكسار هذا الحصار مسألة لم ترد على الإطلاق في أذهاننا لم نشعر ولو للحظة واحدة أننا غير قادرين على التحرك في مختلف الاتجاهات لكن هناك شيئين هامين نأخذوا مع بعين الاعتبار وأنا أطرحهما بشكل خاص أمام الشعب السوري المسألة الأولى هي الحاجة السياسية للقيام بمثل هذه الجولات والمسألة الثانية وهي الهامة الاقتصاد في النفقات ولا نقوم إلا بالزيارات الهامة والتي نشعر بأنها ستقدم شيئا جديدا لموقف الجمهورية العربية السورية المعادلة للإرهاب في هذا المجال توجد لدينا دعوات كثيرة وأرجو أن لا يفاجأ أحد إذا شهدنا في بلدان عربية وغير عربية خلال الأيام القليلة القادمة لدينا دعوات كثيرة في هذا المجال ونحن ننتقي منها ما يناسب الوضع وما يخدم الحركة الدبلوماسية السورية في هذه الظروف الصعبة سأبدأ باختبار كرامك بكتور هل لنا نعرف ربما بعضا من هذه الدعوات التي قد تلبيها الحكومة السورية لا هذا ليس موضوع كرام هذا موضوع التزامات تجاه الدول الدعية وحتى لا نعطي مجال لبعض الدول التي تستخدم المال وتستخدم الإرهاب للضغط على الدول الأخرى للحصول على نتائج معينة لكن نحن كما ذكرت مدعوون إلى كثير من البلدان وسيثبت ذلك خلال الأيام القليلة القادمة سواء كان من حلفاء سوريا أو أصدقاء سوريا وهم كثر في عالم اليوم ومن بينها دول خليجية وليس مسقط؟ لدينا دعوات سيتم الإعلان عنها في وقتها وستتابع الميادين هذه الزيارات سأقف عند بعض ما طرحت في حديثك عن خلفيات الزيارة وكيف جاءت تقول أن الحاجة السياسية اليوم إضافة لترتيب ما له علاقة بظروف الدبلوماسية بين البلدين أي حاجة سياسية تقصد دكتور فيصل المقداد بالنسبة لدمشق الآن التي أنضجت هذه الزيارة؟ أنا أعتقد أننا في خندق واحد مع الكثير من البلدان العربية والكثير من هذه البلدان يستمع إلينا ويقدر مواقفنا ويتفهم طبيعة التحديات التي نواجهها وخاصة التحدي المشترك موضوع مكافحة الإرهاب في هذا المجال نحن نشعر بأن عدداً كبيراً من الدول العربية يشاركنا نفس القناعات أنا لا أقصد فقط الجزائر ولا أقصد عمان ولا أقصد بلدان أخرى معروفة بأنها ستفرح كثيراً عندما تستقبل موفدين سوريين لكن كما أشرت يبقى هذا الموضوع في البعد الدبلوماسي أفضل أن نحافظ عليه حتى يتم وأعتقد أن الكثير من المسؤولين يعتمدون على هذا التوجه وأنت تعرف وأنت خير من يعرف أن هذه الزيارة بطبيعة الحال حملت الكثير من الرسائل أو تلقاها أو تلقتها الكثير من الأطراف برسائل بعينها لأن الجزائر العاصمة الجزائرية لها ثقل عربي ودور إقليمي وأيضاً فيما له علاقة في استطفافات للمحاور سأركز على هذه النقطة أود أن أقول بأن زيارة إلى الجزائر كانت ناجحة جداً واللقاء مع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمسؤولين الآخرين في الدولة الجزائرية كانت لقاءات حارة جداً وهذا ليس غريب على الجزائر لا في بعد انتمائها إلى الأمة العربية ولا في بعد وقوفها إلى جانب نضالات الشعوب من أجل السيادة والتحرر ولا في وقوف الجزائر ضد الإرهاب الجزائر كما تعرفين كانت ضحية للإرهاب لمدة عشر سنوات وضحايا الحرب الإرهابية على الجزائر بعشرات الآلاف بين عام 1990 وعام 2000 عندما قاد فخامة الرئيس بوتفليقة حملة وطنية لإنهاء هذه الحرب الإرهابية على الجزائر والتي اشتركت فيها عملية نفس القوى السعودية كانت تدعم ذلك الإرهاب ودول أخرى كثيرة كانت تدعم ذلك الإرهاب نحن في سوريا أدنا وما زلنا ندين ذلك الإرهاب فكان شيء طبيعي أن ننسق هذا الجهد مع الأشكار والجزائر تلتقي معكم بهذه الرؤية حول الإرهاب والدعم السعودية كما ترون؟ أنا أتحدث عن الإرهاب من وجهة النظر السورية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالوقوف ضد الإرهاب وضد الدول التي تستخدم الإرهاب للوصول إلى أهداف سياسية فإننا نقف مع الجزائر ومع دول كثيرة في عالم اليوم في نفس الخندق اسمح لي وأنت تتحدث أنكم أنتم تقفون لكن الجزائر تقف معكم بهذه الرؤية أنتم الآن يمكن أن نقول طالما مكافحة الإرهاب تقولون في تنسيق ورؤية مشتركة أنتم والجزائر في محور واحد في مكافحة الإرهاب أنا أود أن أكون دقيق في تعابيري لن أستخدم كلمة المحاور لأنها تثير الكثير من الحساسيات تحالف؟ لا نحن في معركة واحدة ضد الإرهاب وحتى الكثير من الدول الغربية الآن بدأ ينضم إلى هذه الحرب المعلنة على إرهاب داعش وجبة النصرة وكل ما يرتبط بهذين التنظيمين من تنظيمات إرهابية أخرى مدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية التي يجب محاربتها لذلك عندما نتحدث عن الجزائر ومكافحة الإرهاب فنحن نتفق بشكل آلي مع ضرورة توحيد الجهد السوري والجهد الجزائري في مكافحة الإرهاب الآن ترينا الإرهاب يقترب من الجزائر هناك ليبيا التي لم تصبح بلدا بعد الغزو الغربي الذي يدعي أنه حاول تحريرها بينما خلق كارثة فيها ما زال الشعب الليبي يناضل حتى هذه اللحظة من أجل استعادة بلده كبلد ومن أجل استعادة حكومته ومن أجل استعادة وجوده وهذا لم تتحمل الدول الغربية حتى هذه اللحظة مسؤوليتها في تدمير ليبيا وفي قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبها وأنا في كل مرة حريص على أن أقول أن مجلس الأمن في الأمم المتحدة تم قمعه وعدم السماح له بمناقشة ذلك الغزو اللا إنساني الذي قامت به الدول الغربية على ليبيا في معركة تونس ضد الإرهاب في مدينة بنغردان كما تذكرين خلال الأيام القليلة الماضية وهي مدينة صغيرة لكن أخذت من السلطات التونسية الأمنية والعسكرية والشعبية أسبوعين للوقوف ضد مجموعة إرهابية وتحرير مدينة بنغردان من هذا الخطر وهذا كله يجري على الحدود الجزائرية إضافة إلى أشكال أخرى من الخطر القادم من الجنوب لذلك لا يمكن لنا وللجزائر إلا أن نكون في خندق واحد ضد الإرهاب كيف سيتترجم ذلك؟ ترجم العملية لهذا التوحد في الجهود وفي خندق واحد لمكافحة الإرهاب بأي إطار سيتمخذ؟ نحن سننسق في هذا المجال أمنياً واقتصادياً وفكرياً وثقافياً وفي كل المجالات كما ننسق في هذا الموضوع مع أطراف ودول أخرى كثيرة في هذا العالم طيب وبكل الأحوال أنتم تلتقون مع الجزائر ليس فقط في مكافحة الإرهاب وأيضاً برفض تدخل بالشؤون الداخلية الجزائر هي كيف تنظر لما يجري في سوريا؟ تعتبره شأناً داخلياً؟ تعتبر أنه النهج أو الرؤية السياسية للحكومة السورية في إطار العملية السياسية هو شأن داخلي وهي رؤية محقة؟ أنا لن أحمل الأشقاء في الجزائر أكثر مما يتحملون ولن أتحدث أيضاً نيابة عنهم لذلك أنا أؤكد أن مبادئ عدم التدخل والاحترام السيادة والاستقلال ومكافحة الإرهاب كلها مبادئ موجودة في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار حركة عدم الحياز ومنظمات أخرى لذلك عندما تلتزم الجزائر بذلك فهي لا تلتزم فقط إزاء ما يجري في سوريا بل إزاء ما يجري في المنطقة وفي العالم والجزائر لها صوت قوي ومسموع سواء كان ذلك في القارة الإفريقية أو في المنطقة العربية أو على المستوى الدولي وتعرف أنا لا أسأل فقط من هذا الباب لأنه مجرد ذكر من الجزائر عدم التدخل في الشؤون الداخلية قد يرسل أيضاً بإطار رسائل لأطراف إقليمية لا يبدو أن الجزائر تلتقي معها حتى في إطار التعامل في ملفات المنطقة لا أعطي دولة واحدة في هذا العالم وخاصة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتقول بأنها لا تؤيد مبدأ عدم التدخل لا توجد دولة واحدة في العالم لذلك البعض يمارس النفاق عند استخدام تعابير عدم التدخل وهو يتدخل كيف يمكن مثلاً للسعودية أو غيرها من دول الخليج المتورطة في ذبح السوريين وفي قتل السوريين أن تقول أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا كيف يمكن أن تقول تركيا هذا الكلام لكن هم يقولون أنهم مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بينما هم يدعمون الإرهاب والقتل والدمار طيب من ما عددت أنه سيكون هناك تنصيق لمكافحة الإرهاب مع الجزائر لفتني أنك ذكرت كل المجالات الثقافية والفكرية والأمنية والسياسية لكنك لم تذكر العسكرية تعمدت ذلك أو أنه غير مدرج لا نحن لا نتحدث في هذه المجالات عن أمور العسكرية نحن نأمل أن تسخر كل إمكانيات الجيش الجزائري والأمن الجزائري لمكافحة الإرهاب أولا الذي تتعرض له الجزائر كبلد ومهمة الجيش الجزائري هو الدفاع عن الجزائر أولا لكننا لا يمكن أن ننسى أن هذا الجيش ساهم في عام 1973 في دعم قدرات وطاقات بعض الدول العربية ضد إسرائيل لذلك نحن نعترف للجيش الجزائري في هذا الدور لكننا لم نطلب من الأخوة الجزائريين أن يرسلوا جيشا إلى سوريا هل تنظر الجزائر وربما أنقل لك بعد ما خطته بعض الأقلام حتى الصحفية الجزائرية بأنه إذا ما سمدت دمشق بمعنى مكافحة الإرهاب هي تحمل عاصمة الجزائرية من إطار لمخطط قد يستهدف العاصمة الجزائرية عقب دمشق لا أود أن أقلل من قدرة الأشقاء الجزائريين على حماية عاصمتهم لكنني أؤكد بأن مقاومة سوريا للإرهاب ستحمي موسكو وستحمي الجزائر وستحمي واشنطن وستحمي باريس وستحمي بريتوريا وستحمي الرياض وستحمي بيروت وغيرها من العواصم لذلك النضال ضد الإرهاب هو نضال جماعي ومشترك ومن يدعي أنه قادر لوحده على مكافحة آفة الإرهاب فهو مخطئ ومخطئ جدا سأعود لهذه النقطة لأي حد هناك تبني لهذه الرؤية التي طرحتها بأن هذه الرؤية بأن صمود دمشق يمنع الإرهاب عن العواصم كلها التي عدتها لكن أريد مجددا أن أفهم في العواصم التي يمكن أن تكونون فيها وعربية منها هل القاهرة يمكن أن تكون زيارة قريبة بالنسبة للخارجية أو الدبلوماسية السورية نحن بشكل عام نقول بأن هناك دور كبير لجمهورية مصر العربية في معالجة الأوضاع القائمة في المنطقة العربية في الجامعة العربية التي تتدمر أمام أعين كل الدول بما في ذلك مصر الشقيقة لذلك في الوقت الذي قد لا تستغربين فيه أن يكون هناك وفد سوري في القاهرة أو وفد مصر في سوريا لكن ذلك في الظروف الحالية سيأخذ بعض الوقت لكن هناك مواقف مشتركة أيضا مع مصر ضد الإرهاب وضد ما تقوم به تركيا من أعمال في إطار دعم الإرهاب وفي التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ونحن نشكر لمصر قيادة وشعبا هذه المواقف أنتم الآن أقرب في الاتقاء السياسي مع القاهرة في ملفات المنطقة أنا أعتقد أن التحديات هي التي تقربنا من بعضنا لكن هناك ظروف مرت بها جمهورية مصر العربية قد لا تسمح لها في الأوقات الحالية من الاندفاع باتجاه معالجة بعض الملفات بما في ذلك ملف العلاقات السورية المصرية ونحن نتطلع قدما دائما إلى أمكانية البدء بمعالجة هذه الملفات لأن ذلك يخدم الشعبين في البلدين الشقيقين وكما تعرفين هناك علاقات خاصة بين شعبي سوريا ومصر لذلك نحن على استعداد تام لاتخاذ الخطوة الأولى في هذا المجال على اتخاذها لكنها لم تتخذ؟ أنا قلت أننا بانتظار نضوج بعض المواقف داخل مصر وفي السياسة الخارجية لمصر في هذا الاتجاه وكل الأحوال قلت أنه ممكن أن نرى وفدا يمكن أن يكون وفدا كخطوة أولى مغاير للوفد الذي ذهب إلى الجزائر أنا لا أود أن يخرج متحدث مصري الآن ويقول أننا لم نتفق على ذلك أنا أتحدث بشكل عام وأقول أننا نتفهم الظروف التي تمر بها مصر وحاجات مصر لذلك لو عاد الأمر لنا لكنا في مصر الأمس قبل اليوم واليوم قبل غد لكن هذا الموضوع يعود لأمور أخرى نراعيها ونتفهمها ونرجو أن نتشارك مستقبلا في حماية الأمن الوطني للأمة العربية والإرهاب الذي تتعرض له سوريا من قبل بعض الأطراف تتعرض له مصر من قبل ذات الأطراف ونفس المجموعات الجيش المصري البطل ما زال يقاتل هذه المجموعات حتى هذه اللحظة ونحن حتى هذه اللحظة ما زلنا نقول أن الجيش الأول هو في الجمهورية العربية السورية والجيش الثاني في مصر وفي القاهرة أيضا ما زال مكان الجيش الأول فارغ وفي القاهرة ما زالوا يتحدثون حول هذا الموضوع لذلك نحن نتطلع إلى أفضل العلاقات مع الحكومة والشعب المصري الشقيقي في تنسيق أمني كونه تتحدث عن ذات الأطراف التي تهدد أمن البلدين بين القاهرة ودمشق نحن نعتقد أنه من الطبيعي أن تكون مثل هذه العلاقات موجودة لكنني لا يمكن أن أتحدث حول ما يتم في هذا المجال تحدثت عن دعوات توجهت إليكم هل من بينها دعوات أوروبية وخصوصا لما استمعناه لما طرحته مقريني مع رئيس وفد الحكومة السورية إلى جونيف في الجونة السابقة وكانت هي التي بادرت بالزيارة واللقاء الوفد وتم الحديث ربما وطلب لإعادة فتح السفارات السيدة موجريني لم تأتي دون التشاور مع بعض العواصم الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وحتى مع أطراف أخرى نحن نعبر عن تقديرنا لهذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها وعلى اللقاء الذي عقدته مع رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى مباحثات جينيف ونأمل أن يبنى على الأمر مقتضاه لكن أرجو أن لا يفاجأ الكثير بقيام وفود سوريا إلى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي هذا لا يفاجأ أنت تعلن عنه إذن لا أنا أقول أرجو أن لا يفاجأ أحد يعني تتحدث عن ردة الفعل على فعل يفترض أنه تبع الاتفاق عليه لن أقول ذلك لكن الأيام القادمة ستؤكد ما ذهبت إليه في هذا الاتجاه هل من عواصم مستبعدة أوروبية أو عربية؟ لن نذهب إلى عاصمة تدعم الإرهاب كما هو الحال بفرنسا مثلا يدعمون الإرهاب على المكشوف وهم ما زالوا فرنسا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى الصغيرة التي لا لا وزن لها لا وزن لها حتى أننا بدأنا لا نقرأ ما يكتب على لسان مسؤوليها وهؤلاء ليسوا قليلين في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني سياسة معادية للإرهاب ويجب أن يفهم أن الكثير من دوله انخرطت في دعم الجماعات الإرهابية وهذا قاد إلى الاعتداءات التي تمت في بروكسل والتي تمت في باريس والتي كان يمكن أن تتم في أي بلد أوروبي آخر ونحمل فرنسا وبريطانيا مسؤولية الدماء التي سالت في شوارع المدن الأوروبية والتي ما زالت تسيل على أرض الجمهورية العربية السورية ونقول أنه عليهم التوقف عن دعم الإرهاب فالإرهاب لا وطن له ولا دين له ولا ثقافة له ويجب عليهم أن ينضموا إلى حكومة الجمهورية العربية السورية في مكافحة الأرهاب لم تستبعد برلين لعاصمة الألمانية؟ لا أود أن أشير إلى عواصم محددة لكن البعض ممن يتحمل مسؤولية ويريد تحمل مسؤولية في صيانة الأمن والسلم الدوليين بدأ يدرك أن السياسات التي اتبعها خلال المرحلة الماضية لم تقض إلا إلى هذا القتل والدمار وتهديد أمن هذه البلدان بالذات هل تعتقدون في تغيير في المزاج السياسي الأوروبي بناء على تطورات الأخيرة لها علاقة بأحداث إرهابية أنا أعتقد بوجود تغيير مزاج واسع جدا وأعتقد أنه في إطار العمل الديمقراطي على الحكومات الأوروبية أن تحترم أراء شعبها أن تترين الوفود غير الرسمية وحتى أحيانا الوفود البرلمانية التي تزور سوريا وتعبر عن سياسات أخرى ونقرأ كلاما في الإعلام الأوروبي الذي مارس اللعبة السياسية وكان رسميا أكثر من الرسميين بدل أن يكون ديمقراطيا ويعنى بمكافحة الإرهاب وعكس وجهات نظر الجماهير هناك تغير في هذا المزاج الآن وهناك شيء يدعو إلى الارتياح من خلال قيام هذا الإعلام في توجيه كل أشكال النقد لسياسات حكومات البلدان الأوروبية وخاصة المتطرفة منها والتي لم تختلف سياساتها لا عن تنظيم داعش ولا عن جبهة النصر وخاصة بريطانيا وفرنسا بريطانيا وفرنسا لم تختلف في تصريحاتها ومواقفها السياسية عن مواقف داعش وجبهة النصر سأعود إلى هذه النقطة وسأعود أيضا لموضوع إذا كان هناك عواصم عربية مستبعدة وسنتحدث أكثر عن رؤية الحل أو الانتقال السياسي لسوريا هي تلزم أم تلزم بما يطرح في مبدأ استقلالية القرار الذي تصر عليه الدولة السورية أرجو منك رجاء أن تبقى معنا دكتور فيسال المقداد وأيضا مشاهدين فاصل قصير ونواصل معكم دمشق العرب من العاصمة السورية مرحبا بكم من جديد مشاهدين في دمشق العرب الذي نقدمه مباشرة من العاصمة السورية دمشق ونجدد الترحيب ضيفنا هنا في الستوديو دكتور فيسال المقداد نائب وزير الخارجية السوري مرحبا بك من جديد في دمشق العرب في نقطة كنت أتحدث معك تحت الهواء يعني ما له علاقة بأنه بريطانيا وفرنسا تملكان خطاب لا يقل أو لا يختلف كما قلت عن تنظيم داعش والنصرة وقلت لك يعني أنت تمثل الدبلوماسية وتقول خطاب يبدو البعض ليس دبلوماسيا لا لأنهم لم يكونوا دبلوماسيينهم في دعمهم للقوى الإرهابية ولكل من يقتل ويدمر في سوريا فكيف نتخاطب معهم بلغة مختلفة أهم شيء في السياسة الخارجية السورية والتي يقودها سيادة الرئيس هو أننا نحترم أنفسنا ونريد للآخرين أن يحترمونا كما نحترموهم لكن عندما يتجاوزون كل الخطوط ويستخدمون شتى أنواع وأقضع الكلمات تجاه سوريا فأننا حتى الآن على الرغم من كل ما نستخدمه من تعابير ما زلنا أكثر أدبا منهم طيب دكتور أهي العواصم العربية التي أيضا يمكن أن تكون مستبعدة بالنسبة للعلاقة اليوم مع دعشق؟ بصراحة سوريا تستنشق العروبة في صباحها وفي مسائها في ظهرها وفي عصرها وفي كل الأوقات لذلك عندما نتحدث عن العروبة وأن دمشق هي قلب العروبة النابط وهذا البرنامج المخصص للتعامل مع دمشق وعروب الدمشق يظهر إلى حد كبير أن الميادين فهمت أن دمشق هي في كل قلب إنسان عربي وفي هذا المجال لا بد من أن أقول بأننا من حيث المبدأ يجب أن لا نستبعد أي عاصمة عربية في هذا المجال لكن الذين تآمروا على سوريا وعملوا على تدميرها ودفعوا بلايين الدولارات لقتل السوريين هؤلاء الذين لا يمثلون شعوبهم وأنا أقول أن شعوبهم بريئة منهم ومن تصرفاتهم وخاصة في السعودية وغيرها من الدول التي تعلن ليلة نهار عن تدخلها في سوريا وعن عدم احترامها لسيادة واستقلال سوريا لكن في نفس الوقت حتى في بعض هذه الدول تأتينا رسائل كثيرة ورسمية وموثوقة بأنهم يقدرون عاليا سوريا ويقدرون شعب سوريا كل شعب سوريا ليس الموالاة والمعارضة ويقدرون بشكل أساسي الدور الكبير الذي يقوم به السيد الرئيس بشار الأسد في قيادة سوريا هذا رياض في كثير من العواصم العربية بما في ذلك بعض العواصم التي تدعي عداءا مطلقا لسوريا لكن تأتينا رسائل منهم لكن الممارسات تختلف عن هذه الرسائل هذه هي ازدواجية الشخصية والمعايير لدى بعض هؤلاء الحاقدين على سوريا لأنها وفية لانتمائها وفية لعروبتها وفية أمام شعبها وقضاياها دمشق تواصلت مع الرياض كان في قناة فتحت للتواصل منذ فترة سيد علي مملوك أنا سمعت عن هذا هكذا قيل أو هكذا سر أنا سمعت عن ذلك لكن لا توجد لدي معلومات في هذا المجال طيب بكل الأحوال أن تقول سمعت ولا تملك معلومات يعني لا نريد أن نتوسع أكثر في هذه النقطة بكل الأحوال استقلالية القرار دكتور فيصل المقداد جملة ترددها الدولة السورية كثيرا ولكن في مشهد مثل مشهد الأزمة السورية في حجم الدخول والتدخل يبدو هناك لبس أو بحاجة لنفهم ما الذي أو كيف يمكن أن نفهم مفهوم الدولة السورية في استقلالية القرار نحن نتحدث في هذا المجال في مواقفنا السياسية عن استقلالية القرار وعن سيادة سوريا وأعتقد أن أيًا كان عندما يتعامل مع سوريا فأنه يجب دائماً أن يفكر باحترام هذين المبدأين لأن سوريا لا يمكن لها مهما كانت المغريات ومهما كانت الضغوط ومهما كان حجم العدوان أن تتخلى أو تفرط بذرة واحدة من استقلاليتها وأن تفرط ولو بذرة واحدة من سيادتها ونحن اختلفنا مع الكثير من الدول التي أرادت التدخل في شؤون حصرية باستقلالية القرار السوري وفي كل المؤتمرات الإقليمية والدولية واللقاءات التي تتم هنا يتم التأكيد على هذا الجانب بمعنى أننا مستقلون في قرارنا عندما يأتي الموضوع إلى القضية الفلسطينية نحن لا يمكن أن نفرط باستقلالية قرارنا في هذا المجال عندما يأتي الموضوع إلى احترام وحدة الأمة العربية واحترام وحدة أرض وشعب كل الدول العربية لا يمكن أن نفرط باستقلالية القرار السوري في هذا المجال ونقف دائما ووقفنا إلى جانب هذه الدول في السراء وفي الضراء نعم وعندما تعرضت بعض البلدان وأنا أقولها الآن وبشكل واضح حتى في علاقاتها مع بلدان صديقة لسوريا نحن كنا دائما نبذل جهد من أجل جمع الكلمة ومن أجل حل المشاكل المتعلقة بالاستقلال وبالسيادة نحن أصدقاؤنا في كل مكان يعرفون جيدا تمسكنا بهذا المبدأ ولذلك يتعاملون معنا بناء على هذا المبدأ طبعا في القانون الدولي وأنا سأكون واضح في هذا المجال لا توجد سيادة مطلقة ماذا يعني هذا يعني أنه عندما توقع أي دولة اتفاقا مع أي دولة أخرى فكل الطرفين يتنازلان عن شيء من سيادتهم المطلقة لكن شيء مقابل شيء دائما وفي هذا الإطار نحن نمارس بليونة وبتفاهم هذه المسائل وخاصة عندما ندافع عن سيادة واستقلال بعض الدول في كل أنحاء العالم طيب دكتور ما طرحه الرئيس سوري بشار الأسد قبل أيام لوكالتين إعلاميتين روسيتين عن مفهوم للانتقال السياسي هذا كان في إطار القرار المستقل أم جاء في إطار التشاور مع الحلفاء والأصدقاء وهل مما لا شك فيه مما لا شك فيه بأن سوريا تستفيد في اتخاذ قرارها المستقل من مشاوراتها مع الأصدقاء ومع الحلفاء ومع أي كان يحاول أن يقدم فكرة طيبة من أجل خدمة الوضع العام عندما نتشاور مع الأصدقاء في هذا المجال هناك قطوط حمراء لا يمكن لأي كان في سوريا وهذا ما يؤكد دائما عليه سيادة الرئيس بشار الأسد أن يتجاوز هذه القطوط بما في ذلك وحدة أرض وشعب سوريا بما في ذلك تحرير الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القضايا المتعلقة بتصميم سياساتنا الخارجية بما يخدم أولا المصلحة السورية والمصلحة العامة المشتركة مع البلدان التي نتعاون معها لكن نحن لا نمارس هذا المفهوم بالبعض الاستفزازي لا نمارس هذا المفهوم وكأنه وكأننا نغلق سوريا أمام أي شيء آخر فيما يتعلق بالأزمة أكيد نحن في عالم أصبح فيه حتى مفهوم الاستقلال يعني غير مفهوم الاستقلال في الأربعينات والخمسينات وحتى الستينات والسبعينات من القرن الماضي نحن نتعامل الآن مع عالم يزداد اندماجا في قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكن نحن في هذا المجال في إطار الاستقلالية ننفتح على الثقافات الأخرى لكننا لا نتخلى عن ثقافاتنا أيضا لأننا نحن منبع للأديان ومنبع للثقافات وهذا هو الدور الذي تقوم به سوريا عبر التاريخ كان في التشاور عندما يقول الرئيس السوري بشار الأسد مبدأ الانتقال السياسي من دستور إلى دستور آخر حكومة الآن تبدو موسعة ومفتوحة لكل الأطراف ومن ثم يكون هناك دستور وانتخابات برلومانيا هذه رؤية الانتقال السياسي للدولة السورية تشاورت مع حلفائها مع الروس مع الإيرانيين أنا أستطيع أن أجزم بأن المشاورات قائمة حول كل ما يتعلق بالأزن السورية مع الأصدقاء ومع الحلفاء نحن لسنا واحدا نحن لسنا معزولين عن أراء الأصدقاء والحلفاء والذين قدموا لنا الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي طيلة سنوات هذه الأزمة وما قبلها ونعتقد بأن ذلك سيستمر إلى ما بعدها لكن السؤال المطروح هو ماذا حول هذه الفكرة حول الحل السياسي نحن تقدمنا بمشروعنا السياسي والحمد لله أن الأصدقاء والحلفاء تفهموا هذا المشروع السياسي والذي يبدأ بتشكيل حكومة موسعة تضم المعارضات وتضم الحكومة هذه الحكومة تشكل لجنة لصياغة الدستور هذا الدستور بعد إنجازه إما يتم تعديله أو يتم بقاءه كما هو أو إنشاء دستور جديد كما تحدث سيادة الرئيس وبعد ذلك يعرض هذا الدستور على الشعب لأن الدستور في نهاية المطاف هو للشعب وأي حكومة ستأتي بعد ذلك ستقود البلد من خلال تفويض شعبي لها وهذا التفويض يجب أن يتم من خلال البرلمان أو مجلس الشعب وبعد ذلك تأتي حكومة تلبي تطلعات الجماهير ومنتخبة من الشعب وبعد انتخابات رئاسية نحن نتحدث الآن عن انتخابات تشريعية لأنه هناك موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية ويجب على الجميع أن يحترم هذا الموعد أو ملتزمون فيه أي أن كانت عملية الانتقال السياسي حتى يكمل الرئيس السوري بشار الأسد ولايته الرئاسية عندها ستكون انتخابات السيد الرئيس في مقابلته الأخيرة تحدث عن إرادة الشعب السوري وأكثر من يلتزم بإرادة الشعب السوري هو سيادة الرئيس بشار الأسد لذلك قال سيادة الرئيس في مقابلته الأخيرتين أنه إذا أراد الشعب السوري انتخابات رئاسية كيف سيستمزز رأي ذلك هناك الكثير من المؤسسات التي وجدت في سوريا لاستمزاج رأي المواطنين في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك يعني ممكن أن يستمززوا الرأي ما بعد إتمام هذه العملية الانتقالية وساعتها ستكون في ربما ثقة بالنسبة لكل الأطراف لتلك المؤسسات التي ستستمزج الرأي بالنسبة للرأي للشعب السوري نحن نعتقد أن الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات التشريعية يجب أن تعكس إرادة الشعب وفي هذه الحالة سنستمع جميعا إلى إرادة الشعب السوري الذي نحترم ونجل ونحن جزء من أبناء هذا الشعب ونعمل في إطار هذا الشعب ومن أجل خدمة هذا الشعب إذن هناك توافق روسي مع هذه النقطة ولا أدري الآن هناك بعض التطورات الميدانية لا أدري لا أحد تستطيع أن تساعدنا وهي آنية ما له علاقة بالبيان الذي صدر عن غرفة العمليات المشتركة في حلب وريافها بالنسبة للجيش العربي السوري وحلفاءه في نوع من أنه خرقت الهدنة بطريقة لا يمكن أبدا السكوت عنها البيان قاسي يتحدث أن كافة القوات الروسية وقوات حزب الله وأيضا القوات الإيرانية وصلوا إلى حلب ستكون هناك معارك شريسة وستكون في درس وعبرة لجبهة النصرة وبجهنم ستفتح على كافة الجبهات في ريف حلب هذا يأتي في إطار التفاهم كيف نفهم ما جرى؟ أنا أقول بأنني لم أطلع على هذا البيان قبل مجيء لكن ما أعرفه من خلال المتابعات اليومية ومسؤولياتي في وزارة الخارجية فأن المجموعات الإرهابية المسلحة لم تحترم وقف العمليات القتالية كما نص على ذلك اتفاق ميونيخ وتوجهات فيينا وقرار مجلس الأمن منذ البداية لم تلتزم هذه الفئات ونحن نرسل يوميا قوائم ليس قائمة واحدة يوميا نرسل قوائم إلى اللجان المعنية إلى الطرف الروسي اللجنة الخاصة في جينيف وإلى مجلس الأمن وإلى الدول الصديقة نرسل قوائم يوميا ولمكتب ديمستورا نرسل قوائم بجميع الانتهاكات التي تتم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لكن نحن كنا ملتزمون المسألة الثانية هو أن من يقوم بهذه الانتهاكات ليست فقط جبهة النصر أو داعش وأنما تنظيمات تقول عنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا مرة أخرى بأنها تنظيمات إرهابية معتدلة تسميها تنظيمات معتدلة التنظيمات المسلحة المعتدلة لكن هل ستقبل فعلا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تنظيمات مسلحة معتدلة في بلدانها وعلى أرضها فإذا كانت هذه هي الديمقراطية فلتمارسها في بلدانها ولن يكن مقبولا أمام العالم وأمام الشرعية الدولية والقانون الدولي أن تمارس مثل هذه الأفعال المشينة في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي بلدان أخرى وفي اليمن أيضا من خلال دعمها لما يقوم به النظام السعودي ضد الشعب العربي في اليمن طالما دكتور تقولون أنكم تسجلون وتواثقون الانتهاكات عديدة وأيضا يعني هناك غرفة يصل إلى 60 أو 70 انتهاك يوميا طيب هناك غرفة خاصة بالنسبة للروس في قاعدة الحميم لرصد هذه الانتهاكات وأيضا بالنسبة للعالم المتحدة الأمريكية يعتقد فيه مسقط لكن ما الذي استدعى اليوم أن نرى هذا التعامل مع الإشارة أنه بالأمس كان هناك استهداف لاجتماع القيادي من جبهة النصرة قيل أنه التحالف والولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها شنت هذه الغارة على هذا الاجتماع لا من يشن الغارات هو الجيش العربي السوري وطيران الجيش العربي السوري وبالمناسبة نحن ننحني أمام هؤلاء وتضحياتهم أمام شهدائنا وعائلاتهم أمام جرحانا وعائلاتهم والآلام التي يتحملونها من أجل إيمانهم بسوريا موحدة وقوية لكن ما تشيعه أجهزة المخابرات الغربية وأجهزة الإعلام الغربية شيء والحقيقة على أرض الواقع شيء آخر لذلك نحن أقول بأن الانتهاكات التي كنا نسجلها في بعض الأيام كانت تصل إلى سبعين انتهاك من قبل هذه التنظيمات التي يدعي الأمريكيون وغيرهم أنها تنظيمات معتدلة طيب دكتور ما أريد أن أفهمه أنت تقول أن الطيران السوري هو من شن هذه الغارة على الاجتماع بالأمس لقيادي في جبهة النصرة وليس التحالف بقيادة واشنطن أنا أؤكد بأن الطيران السوري يقوم بقصف الإرهابيين في كل مكان من بينها هذا الاجتماع ومن بينها مثل هذه الاجتماعات وأعتقد أن قيادة الجيش أصدرت بيانا حول ذلك لأن أيضا أمريكا قالت ذلك هل يوجد تنسيق ما شهدناه اليوم أنا أعتقد يجب أن تصدقوا سوريا وليس الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة كذبت كثيرا على العالم بكل الأحوال هل يوجد تنسيق دكتور اليوم تعتقد أن هناك تنسيق روسي أمريكي في إطار ما نشاهده من تصعيد طالما هذه ليست أول مرة يعني يحدث انتهاك ما الذي استدعى أن نرى هذا الموقف الآن بهذا الشكل وذي اسمع مثل هكذا بيان لا هناك تصعيد واضح من قبل المجموعات الإرهابية المسلح هذا التصعيد يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع القادم من المباحثات بين الحكومة السورية والمعارضات لذلك نحن توقعنا وما زلنا أن يكون هناك عمل جدي من أجل إفشال وقف العمليات القتالية من أجل إعادة الناس إلى أجواء القتل والدمار والذبح لأن ذلك يخدم أهداف الدول الغربية ويخدم أيضا أهداف المجموعات الإرهابية المسلحة هل يوجد بالفعل ما حكيها أو ربما لديكم معلومات أو معطيات أن هناك مخطة بالفعل بين الطرف الروسي والأمريكي لورق التفاهم اتفاق له علاقة بالملف السوري إذا كان البعض يعتقد أن الإجابة على هذا السؤال ستكون استنكارية فأنا ضد ذلك نحن في حقيقة الوضع لنا ثقة مطلقة بأصدقائنا في الاتحاد الروسي وبالقيادة الروسية وخاصة الرئيس بوتين ومعاونيه الأساسيين لذلك عندما يعمل الأصدقاء الروس على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب الذي إن لم نقتله في سوريا فأنه سينتقل إلى واشنطن وغيرها من المدن الرئيسية الأمريكية فهذا شيء جيد لذلك الجهود التي يبذلها الأصدقاء الروس في هذا المجال تلقى ترحيبنا وتلقى تأييد وهي تخرج بقرارات معلنة سواء في مجلس الأمن أو في مجالات أخرى يعني الأصدقاء الروس لا يعملون من خلفنا وهذا ما أريد أن أنقله إلى مواطنين وإلى كل المعنيين في العالم نحن نثق بما تقوم به القيادة الروسية في هذا المجال بالمطلق نثق بالمطلق بكل ما يتم من جهد روسي من أجل وقف الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا هل يوجد أي تباين في الرؤى أو المصالح بين إيران وروسيا فيما له علاقة بالملف السوري في التنسيق معكم؟ نحن ننسق مع كل هذه الأطراف مع الأشقاء في طهران ومع الأصدقاء في موسكو ومع دول أخرى ننسق أيضا مع الأمم المتحدة في كافة المجالات قد نتفق ونختلف هنا أو هناك لكن هذا ليس هو الأساس عندما تلتزم الأمم المتحدة باحترام ميثاقها فسترى أن سوريا ستكون مئة بالمئة إلى جانب جهدها وإلى جانب ما تقوم به من محاولات لخلق واقع جديد في المنطقة نحن لا نعتقد على سبيل المثال أن تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة في سوريا هو نفس الطريقة التي تتعامل بها مع اليمن ومع ليبيا لأنه هناك مصالح سعودية غربية فهناك يحاولون التستر على كل الجرائم التي تقترف ضد الشعب اليمني من قبل السعودية وحلفاء السعودية لكن هناك تحالف أنا لا أتحدث عن التحالف لأنه تحالف كاذب هناك دور للسعودية هي التي تقتل أبناء شعبنا في اليمن وهناك دول عربية أخرى تقتل أبناء شعبنا في ليبيا حتى هذه اللحظة ويقفون ضد الجزائر وضد مصر في دعم الإرهاب في هذا البلد الشقيق لذلك ندعو كل هؤلاء لاحترام الشرعية الدولية وعدم ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا متشابهة في المنطقة أنتم ذهبون إلى جنيف في المواعيد المضروبة متى ستذهبون؟ بصراحة لا أعتقد أنني أذيع سرا إذا قلت أن سوريا ستذهب إلى هذه المباحثات بعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري التشريعي وهو انتخابات مجلس الشعب أنتم ذاهبون؟ قيل أن ربما أنتم دكتور فيصل المقداد ستذهبون في هذه الجولة؟ هناك وفد برئاسة الدكتور بشار الجعفري ولا يوجد أي تغيير على ذلك وكل من يقوم بالتأملات والكتابات الأخرى مخططة ما تحملونه هو ما طرحه رئيس السوري بشار الأسد في لقائه لوكالتين روسيتين كراد لديمستورة على ورقة مبادئ لا يوجد حرف واحد خارج هذه التعليمات التي يصدرها سيادة الرئيس لوفدنا ولعملنا الدبلوماسي في وزارة الخارجية هل تعتقدون أن جنيف يمضي بالاتجاه الذي يرسم له؟ أم أنه ما زلنا أمام ربما تغيير كامل أو إفشال لجنيف؟ بصراحة لن أكون دبلوماسيا في هذا المجال ما رسم لجنيف من قبل أطراف مختلفة هي آراء مختلفة لا يمكن أن أقارن ما بين ما تعتقد به القيادة الروسية إذا ما يجب أن يتحقق في جنيف أو ما تفكر به القيادة الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية أو ما يسمى بالسعودية هناك وجهات نظر مختلفة وفي بعض الأحيان متصارعة على كل أننا قلنا هذا هو برنامجنا السياسي وهو برنامج مبني على المشاركة ومبني على الفكر الديمقراطي ومبني على إرادة الشعب في سوريا ونعتقد أن الكل يجب أن يحترم إرادة هذا الشعب أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورية ضيفنا كنت معنا في هذه الحلقة دمشق العرب شكرا كل الشكر لكم مشاهدين على كرم المتابعة هذه الحلقة انتهت من برنامج دمشق العرب لكن موعدا جديدا يدرى في الغد في الساعة الرابعة بتوقيت القدس الشريف والعاصمة السورية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة